سنتحدث عن ملف دوري أبطال أوروبا وعندنا ريال وعندنا ليفر بول كفت مين أرجح للفوز باللقب بتشوفي وهل فعلا زي ما بيتقالد ريال أصلا وصل بالصدفة زي ما كنا بنتكلم أنا شايفة أن ليفر بول كفته أرجح ليفر بول يا هي تبقى في لوحشة برضو يعني ليه؟ لا لا ليفر بول لا تبقى في لوحشة لو مكسبش بالضبط بحثرة متكررة ليفر بول أتقل من ريال مدريد في السكواد حاليا بوسي على السكواد هنا لا هتلاقي ليفر بول كفته أقوى رغم أنه هو أوفر حظا يعني هو كان محظوظ أصلا في مشواره للنهائي يعني قبل في 16 انتر ميلان كان لعب بمفيكا لعب في ريال في نصف النهائي زي ما نقول كده سكته كانت سهلة يعني ريال مدريد كان أصعب يعني كان مشواره أصعب لأنه قابل باريس في 16 بعد كده تشيلسي بعد كده سيتي في نصف النهائي ويعني هو تأهل كمان حظ يعني يعني هي مشيت معي صراحة يعني لأنه هو حتى قبل المباراة لما إحنا بنتكلم إحنا مع بعض يعني أنه ريال مدريد ولا منشستر سيتي لا منشستر سيتي أقوى منشستر سيتي هو اللي هيقدر يعدي بس أنا فوجد نظري أن سيتي أصلا خسر التأهل من المباراة اللي كانت على ملعبه اللي هو ما قدرش يحافظ فيها لما كان متقدم أربعة إنه هو طبعا الموتش انتهى أربعة ثلاثة يعني فطبعا دي فرقت جدا مع ريال مدريد في المباراة بردو كنتيجة وعلى أرضك كانت غريبة جدا خالص فريال مدريد في مباراة العودة بردو دقيقتين أو دقيقة رودريجو نزل خلص المباراة ماذا يخوف بقى حظ ريال مدريد غريب قوي وحظ ريال مدريد وحظ ليفربول حظ ريال مدريد وحظ ليفربول يعني لا بس أنا أعتقد أن ليفربول يعني المرشح الأوفر حظ إن شاء الله يعني